مملكة البحرين ومسيرة التنمية الوطن على الأصعدة كافة وأننا لا نفخر بالإنجازات المشرفة للقطاع الشبابي ومستويات تقدمهم في الحياة العامة ومن أبرز تلك الشواهد التعيينات الحكومية الأخيرة إلى جانب تفوقهم في العديد من المجالات التي نبارقها لهم ونوجب المزيد من المبادرات النوعية التي ترفع من درجة العطاء الوطني لا تخلو كلمات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظمة من التركيز على فئة الشباب وتسليط الضوء على دورهم المهم الذي يؤدونه في مسيرة مملكة البحرين باعتبارهم رهان المستقبل وسواعد الوطن ومن طلق إيماننا من أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة فأولى جلالة الملك المعظم مسألة تمكين الشباب البحريني اهتماما مباشرة فجعلها في مقدمة الأولويات فسطر البحريني والبحرينية قصص نجاحا في التقلب على التحديات وتنمية قدراتهم الإبداعية وصقل مهاراتهم ومشاركتهم في صنع القرار كما ويحرص جلالة الملك المعظم على مواصلة الارتقاء بالشباب البحريني وتمكينهم في مختلف مواقع المسؤولية وتوفير المقاومات اللازمة للنهوض بدورهم في مسيرة التنمية الشاملة وهو ما ينعاكس بدوره على تحقيق الإنجازات المتتالية على الأصعدة كافة والتتويج بالذهب في العديد من البطولات الوطنية والدولية إن مملكة البحرين بقيادة العاهل المعظم ماضية في مشروعاتها الوطنية لتمكين الشباب ومبادراتها الرائدة إقليميا وعالميا لتحفيز إسهاماتهم في تعزيز الأمن والسلام والتعايش الإنساني والتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر